اشتركوا في القناة يمكن ممكن النهاردة يعني اكيد يعني يمكن ممكن الحلقة مش هتكفي لان طبعا امراض الحامل كتيرة جدا فان شاء الله هنستقبل تليفوناتكم وهنكمل على الاسئلة الموجودة عندنا ولو ما تكفتش ان شاء الله بقعدكم ان احنا هنكملها في الحلقة الجاية النهاردة اول سؤال معنا بيقول ايه اكتر الامراض اللي ممكن تدعراض لها السيدة الحامل يا دكتور اكتر حاجة واخترها المرض السكر مع الحامل وارتفاع ضغط الدم مع تسامل الحامل لول اكتر حاجة بتتعب السيدة في حاجة تانية طبعا ممكن بيحصل الالتهاب في الغشاء الامنيوسي اللي هو جيب الماء اللي حوني البيبي احيان بيحصل التلوث وقدي الولادة مبكرة يعني بس هو اما حاجة اللي نقولتلك عليهم في الاول ده اكتر شيوعا يعني هما طبعا كلهم خطورة يعني كل الامراض بصفة عامة احنا مش بنفرق بين مرض ومرض نقول فيه مرض خطير وفيه مرض اخطر وما كلهم خطرين لكن لو هنمسك حاجة حاجة يعني هنتكلم على واحدة واحدة سكر الحمل ايه اختاره بالتسبة للامر ايه سببه الاول يعني ممكن تكون الامر اصلا كان عندها سكر حمل ولا مش مفيش دعا ممكن هم جسمها فيه قبلية للسكر كعمل وراسي ممكن هي مفرطة في اكل السكريات عندها سمنة زيدة زائد ان الحمل نفسه من الحاجات تزود السكر ممكن تزود السكر في الجسم تمام بتحس بيه يا دكتورة يعني ايه الاعراض اللي بتبان عليها ممكن تشتكي دايما الستات اللي جي لها سكر اول حاجة هرش من ناحية هرش من بالك من تحت حكة كده وتقولك انا بنزل على افرازات وبهرش كتير ممكن طبعا الاعراض العادية انها بتشرب كتير بتعتش دايما عايزة تاكل على طول بشراها بالنسبة لها هي ممكن تشكي بطنها بتكبر اول لان احيان السكر بيزود حجم الجنيه وبيزود المياه حولين الجنيه بس دي بيبقى في اشهر معينة يعني مثلا في الاشهر اولى لا غالبا دايما بيبقى من بعد الشهر الرابع يبتدي الحاجات كلها اللي فيها قبلها نتيجي في الحامل نتيجي بعد الشهر الرابع علاجه ايه طبعا الاول بنعمل تحليل ونشوف الصايم والفاطر لو النسب بسيطة ممكن نزمنها اكل نظام غذائي معين ونعم بعض حاجات اللي بتزود السكر لكن لو زي ايه يا فندي الحاجات اللي بتزود السكر طبعا نقول لها نحرص في اكلها عايزين خضروات اكتر لو هتاخد فواكه يبقى برضو انواع المفاسب كريات عالية زي العنى بوتين وحاجات دي تبتعد عن الناشر الابيض المكارونات الرز تخلي اكلها حتى بقلاش حلويات الحامل دي سامن وسكر من اكتر حاجات بتأذي اللي عنده سكر ده الحامل يعني اتدلع كله اه يعني عايز اقول لها حضرتك انا كنت في برنامج قبل كده فنتكلم ان الست الحامل عرضة للتعب والمفروض انها تاخد بالها من نفسها فالدكتور قال لي لو هي كويسة تقوم بواجباتها المنزلية عادي يعني اتشن علي هجوم فاضيع من الستات ده اول ما هي ستة عايزة اول ما تحمل عايزة اتنام وتروح تقول عند ماما وما فيش شغل وما فيش مجهود برغم لو موظفة حياتها عادي طبعا ما هي لو موظفة غازبة عنها هتروح الشغل هسي لو موظفة هيدوها اجازة طول فترة الحمل طبعا استحالة هتروح شغلها عادي فبرضو ممكن تنسك في البيت ما اقولش تعمل شغل جامل جدا ولا تنام خالص ده النوم بالعكس مش كويس للحامل برضو ليه اضراره؟ بس احنا الوقت ينام في الحمل بيزيد لزبط الدم اثناء الحمل فمش عايزين نوم كتير احسن مقادر يحصلنها جلطة احنا بعد بلاده ولا في اسمان الحمل اثناء الحمل ممكن يعني اللي تتحركها بتسبب طبعا 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 ما كده ما يزعلوش مننا وخصوصا الاتنين اللي زعلوا قوي حوامل الاتنين على فكرة اه يعني اصحابي الاتنين حوامل دلوقتي فالدكتورة برضو لا احنا بنقول المجهود المعقول البسيط حتى لو ما عمبهاش سكر الحامل تعمل شغل البيت البسيط تأجل النهاردة لحاجة على السمع لكذا يوم مش تقوم كله في يوم تنفضي الشقة وتمسحها وتقصي يبقى كومة كله عشان ترتاح ببيت الاسبوع لا ممكن تتأذي بقى ببيت الاسبوع فهي تنصق نفسها زي ما تقدر تروح شغلها وترجع مظبوط طيب هو ممكن السكر ده يتنقل للجنين يا دكتورة يعني اه وطبعا السكر عندنا ما بيبقى عالي بتلاقي حجم الجنين بيكبر لان الفيدي البي برضو يعني جسمه بيزيد وبتد حتى ما بيتولد لازم نقص له السكر على طول لازم بنتجي له جلوكوز اول ما يتولد لان نزب السكر بدأ يتوتى فانخفض عمده طبعا فلازم دكتور الأطفال يستقبله ويحلله السكر عشان يتجي له نزب جلوكوز اول ما يتولد مظبوط طيب هي بيفضل معها السكر بعد الولادة احيانا بيقعد معها عشان كي لازم تعمل فحوصات دائما والتابع وحيانا بيروح بس معناها انه هو جسمها قابل تحرص مش انه هو راح يعني خلاص لا هي جسمها في قابل عين بس مش بالضرورة يكون وراسي يعني مش بالضرورة يكون حد عنده سكر فجالها سكر اه لا مش بالضرور بس هي طبعا بتحافظ ان الجنين بيتئذي من السكر احنا بنتطر نولد الواحدة في نص التاسع قيساري علشان نخاف من الجنين لقدر يموت في البطن بسبب السكر اه بسبب السكر فعلا هو كده خطر جدا يعني الفئة العمرية الاكسر عرضة للامراض بتكون من سنة كامل كامل بالنسبة الحامل دايما اللي هي مثلا ايه بعد 35 دي عرضة يجيلها لقدرة تشوهات في الجنين يجي سكر يجي ضغط بس مش معلق كده ان كل حامل بعد السنة ده عشان الناس ما تخافش مظبوط اه هما اكسر عرضة لكن في ناس حادينا خوف الناس بيعدي الحامل زي الفون دكتورة ما عليش مفردي ان هي متجاوزة كبيرة اصلا يعني مش هنسد نفسها قان او ما كانش فيه حمل او ما كانش فيه حمل او تعالجك وكده انت منهم شوية برا يعني ورضو مرض السكر نفس الموضوع يعني بيجي لل ولا ممكن يجي لشابات صغيرين مثلا في العشرينيات ده وهي عندها قابلية وفيه وراسة لكن هو غالبا في السن اللي قلتها حضرتك عليه مرضو الحامل اللي هي عندها توقم توقم دي عندها قابلية للسكر والضغط ومشاكل كلها فبرضو بتحافز ليه يا دكتورة التوائم دايما انت عندك مثلا اذا كان حمل واحد بيخلي فيه قابلية للسكر يزيد قابلية دي فليل لان عندك البراسينتة اللي هي الخلاص بتاع البيبي بيفرز مواد بتزود السكر فلازم تحرص برضو لو عندها توقم دي لازم تتابع مثلا اللي كان الحامل عادية بتتابع كل شهر بنقول لتوقم كل اسبوعين لا وكمان كنت لسا اسأل حضرتك طب المفروض تعمل تحليل كل قد ايه يا حامل لو تتتابع السكر ازاي ولا لو هي عادية ممكن مثلا كل شهر او شهرين مرة انما لو السكر عينيه بتتزبط ويبقى دايما تحليل يعني عن نفسي مثلا ممكن تعمل تحليل لساة الحامل مرة في اول الحامل مرة في نصه وعلى قابل الولادة تحليل الولادة اللي عندها السكر ولا الحامل العادي انما لو عندها سكر بقى هي بتتابع دايما مع دكتور سكر انا نظامش انا السبب تابع مع دكتور سكر وزي ما بيطلب منها بالحالة بس اللي علاج من خليل الدكتور السكر من خليل الدكتور السكر لانه بيديها انسولين فلازم كمية الانسولين تبقى من تزبطها علشان ما داخلاش في كومة ممكن لو اديت جرعة كبيرة ولا انا ما كاليتش في ساعتها او الجرعة برضو اكبر حتى من اكلها ممكن عملها غيبوبة منفعش لازم دكتور السكر هو اللي بيزبط لها سكر طب بعد الحامل يعني لو لا قدر الله فضل معي هيفضل بقى انها تاخد الانسولين ولا الحبوب لا بتبقى للحبوب اه ولا تبقى او بيرجع للدكتور طالعة كويسة جديدة بتعالج يعني زي زي الانسولين طب في ناس يحبش الشكشكة دي على طوب اه طبعا ربنا عافينا وياكم يعني طيب ننتقل لنقطة تانية وهي الضغط ايه اذبابه طبعا اعرضه يمكن كلنا عارفينها بس مرضو حضرتك قولها الضغط العادي ده يمكن مثلا نسبة كبيرة جدا من او ثبت هو كده لكن في نسبة لها اذباب اذباب دي مثلا ممكن يكون هرمونات ارتفاع مثلا عندك هرمونات الغضة الدراكية اه لو زيدة او الغضة الكاظرية اللي هي فوكيليا اه نتدي كاملت اندروجين وادرينيرين كتير تعالي الضغط مصبوح اه في ناس مثلا غوية موالح ومخللات كتير ده وستة الحامل لسه بنتكلم عن ذا نفسي مخلل ونفسي في حاجات غريبة ايه في ناس عصبية بزيادة هالضغط العين فيه كمان ضغط الناس عندها ديء في الشرايين بيعالي الضغط مع الحامل اه مع الحامل وكمان العادي الضغط العادي يعني حقا مش عامل بس مع الحامل اه مع الحامل انا بتكلم عن الحامل فطبعا اكيد الدم بيبقى مختلف اثناء الحامل فهو دايما كن هو بيعمل اضطرابات اختر بيكون مثلا يعني علاجه ايه طبعا بنتديها حاجات تهدي الضغط بس خاصة بالحوامل يعني مش علاج ضغط عامة حاجة خاصة بالحوامل بنديها اسبرين اطفال كنسبة علشان برضو ما احصلش تغلط في الدم بنمنع عن الموالح والمخاللات بنقولها تاكل الحاجات الملح قليل جيبنا القريش مثلا لو عامل صلاطة بلاش تخط ملح يعني فيه احتياطات عم تشرب مياه كتير وتضبط دايما ضغطها مع الدكتور تقيسه دايما المفروض تروح كل قديم طبعا والله اللي عندها ضغط دي يعني مثلا لو كل اسبوعين تقيسه لو عالي او بنسفلها فيه ناس اللي قدر اتدخلوا في تسامو محمد ممكن ايسهولها كل يومية تسامو محمد سبب الضغط العالي الضغط العالي طيب لو عالي انتقل بقى للضغط المنحافظ هل بيغضع لنفس القوانين والا بيكون اقل خطورة شوية اقل خطورة ما يكون حاجة بسيطة لكن فيه ضغط يعني بينخافظ لقدر الله هبوط حد نتيجة نزيف جامد انا بس اقولك اسبابه ايه لا بس الضغط العالي اللي تتغذية برضو اللي تتغذية او دخلت في مشاكل في الحمل بقدر الله نزفت سقاطت مثلا نزفت كتير او حاصل في صل المشيمة نزفت كتير فلما كناش بنعود بسرعة ممكن تدخل في هبوط حد في الدورة الدموية ده خطرة دمومية احيانا الناس بيقولهم حاسسية مثلا حادة حقنا فيها حاسسية او حاجة بالجي صدمة عصبية فيه حاجات اللي هي صدمة حاسية وصدمة عصبية ده ممكن تعمل هبوط حد في الدورة الدموية ده طبعا غلط ده فيتر ده يعني برضو يعني انا متخيلة الضغط المنخفض لا يعني اقل خطورة يعني يعني يكون مش حد ضغط منخفض حاجة بسيطة واحدة مثلا نمت فترة طويلة وجات قامت فجأة هيحصل هبوط في الضغط تدوخ واحد مثلا ده مش مقلق واحدة وقفت مثلا في الشمس فترة طويلة وحر وعرق مع الواقفة كتيرة دي الدم اللي يراحل المخ لا يفعمل لها برضو هتحس بضوخة حاجات دي بسيطة مجرد ما هقعدة هشربها حاجة هلوشها لك طيب اللي هو البسيطة بنده بنده حاجات فيه نقط معينة او حبوب تتزود الضغط بالضغط ممكن نأكلها بقى ساعتها دي ممكن نأكلها حاجة حد قشوية لديها فنجان قهوة دي ما بتدلعش بقى لقدر هبوط حد لقدر عايز طبعا محليل ودم وشغلانة تانية اه هو الهبوط الحد طيب يعني انا برضو سؤال السكر لو الامة اصلا عندها سيدة قبل ما تتجوزوا عندها سكر اه ايه الاحتياطات المفروض تعملها وهي دخل على الحام يعني ايه اللي مفروض تعملها تضبط سكرها اهم حاجة تتابع مع دكتور وتضبط سكرها اذا كان هو سكر اطفال غالبا وماشينا على انساني لا مش اطفال هي مريضة سكر اه مريضة سكر جالها على سن كبير عالي بس لسا ما تجوزتش اه اه بس لسا ما تجوزتش فخلاص تجوزت بس خايفة طبعا بعد اللي بتسمعه منها دلوقتي بتقولها يعني انا اصلا لا تضبط سكرها دايما نها لو تضبط السكر بتبقى كأنها واحدة عادية تضبط سكرها وتحافظ في اكلها هتعمل التحاليل باستمرار لو الدنيا ماشي كويس حجم البيبي كويس لما هي حوالي كويسة نعرف ان هو السكر مش مؤثر في حاجة طبعا بتابع مع دكتور النسا مش هتهمل اه طبعا اكيد اصبحت ممكن تشفى اول الحملة مرة بعين تجيلك على الولادة لا دي تتابع باستمرار عشان نبقى شايفين هل بجيلها التهاباتي معناها سكر مش مزبوط في التهابات خاصة بالسكر فطريات وحاجات زي كده حجم البيبي كويسة ما هي حملة كويسة ما فيش علاء عاجيح على ذكر اللي بتيجي في اول الحملة وبيتجيش في اخره احنا معندناش وسط كشعب اه اه فيه ناس مهملة جدا فيه حد ممكن يجوح كل اسبوع او فيه اي حاجة يعني صغيرة فتقول شوية التليفون ايا دكتور انا عندي كذا وفيما يروحش للدكتور خلاص ما انا ماشي الأعراض عادي فتقول لك السكر ممكن يقدي لبعض تشوهات هنكتشفها زي اللي خفناها بالسنار لو هي ما جاتش هتشرب الحملة طول الفترة يعني فيه نوع قطر جدا بيجي مع مرضى السكر اللي هو حاجة اسمنا قلين كفلي ما فيش المخ تلاقي وش بس للبيبي مفيش مخ ده لو تولد ما بيكملش دقيقتين ثلاثة ده تنسى سأل حضرتك ده ما بيكملش دقيقتين ثلاثة يتنفس نفسين ويموت فطبع لو اكتشف بادري هنرحمها من الناس تقضي تسع شهور حمل وفي الآخر بفجرة بقى حاجة زي كده فاللي عندها السكر اللي هتكشفه التابع ومزبوط طيب هاستاذا حضرتك ناخد اسراء من القاهرة السلام عليكم يا اسراء طب اوكي فصل حاولي تاني يا اسراء من فضلك طيب السيدة اللي عندها سكر سواء في الحمل او قبل الحمل ايه وسائل منع الحمل المسموحة لها خليناه كل مجتملات السكر ايه هو طبعا انا على نفسي ما بفضلش هديها حبوب حمانة حمل الهرمونات لان برضو هتزود لها السكر فلما تولد بالسلامة انا افضل اللولد لان ده هنشتغل موضعي في الرحم ملوش ايه تأسيرات سلجية في ناس بقى بحيبوا ياخدوا الحؤن الحؤن متلث شهور او الكابسولات يعني اقل وطئة من الحبوب منع الحمل اللي هي النوعين هرمون لكن انا ما بفضلش لعندها سكر بقول لها حالات موجعية طيب الانيميا يا دكتورة الناس بتستهى ونقاوي بموضوع الانيميا رغمنا انا عارفة عجبه شديدة جدا طبعا هي تلتين الستات عندها انيميا بس النساء تتفاوض في واحدة تتيجي انيميا متوسطة بناديها حبوب الحديد نقولها على نظام غزائي اللي هو الخضروات والفواكه اللي فيها حديد بتماشي حاليا لكن في واحدة عندها انيميا جامدة ليها جايلك لونها اصفر خالي عندها انيميا جامدة دي حسب النسبة يا اما تاخد دم او نقاويها حديد في المحالين بس بشرط فيه تحليل معينة اشوف سادة انيميا دي ما يكونش تكسير في الدم عندها يكون فيه مشكلة تانية اهو كده يعني مشكلة فيه بيكسر الدم او عندها مثلا نخاع الدم بيكونش دم كفاية او جاز منعني اه اعرف الانيميا دي هي عشان تغذيع بالنسبة لها فترة طويلة ولا فيه مشكلة جواب بيسمع اه لان فيه ممكن ناس لو على النالحة محالين فيها حقا حديد تضرها اكتر مشرفدة اللي هي يا دكتورة؟ لو هي السبب فيه تكسير دم اساسا لازم تتعالج من الامراض بتاعها فحسب نسبة الانيميا قالي ممكن مثلا حالة اعليك هانا ممكن حالة حول للدكتور امراض دم فعلا؟ اه في واحدة بيجيني مش بس اانيميا ممكن هلاقي الصفايح الدم بتاعيتها نزلة جدا نزلة جدا دي العرضة تنزف من اي حتة فبازم هو بيشوفها بين امراض المناعة اللي طالعت كتير فدكتور امراض الدم هو اللي هيفيدها اكتر مني وتأثيرها ايه دكتور؟ تأثيرها ايه دكتور؟ تأثيرها الجنين؟ الجنين ممكن يحصل نزيف نزيف داخلي عن دفع اي حتة بس ما فيش تشوفه ممكن يحصله يعني لا مش تشوفه وتلاقي نزيف بس ممكن يبقى ضعيف صعب؟ ممكن يبقى ضعيف ممكن اقدر يموت فبطنه لو نزف ساعات تلاقي العيد نزل زي بلون الدم بطنه ملفوخ عبارة بلون الدم من خلال التحليل لو انيميا عادية ومعظم سورة الدم في حدودي الطبيعي انا ممكن اتجيها العلاج لكن لو لاقي حاجات فيها خالة جامل لا احاول الدكتور الدم تمام طيب والغدة قلتيها كده في وسط الكلام بس اما الغدة الدركية دي اه الغدة الدركية دي من اهم الغدة في الجسم الغدة الدركية منين يا جماعة من كفر الشيخ ايه السلام عليكم عليكم السلام انا سامعيك حبيبتي تفضلي بالنسبة لي انا بيدي لي دوخة كل ما اقوم امش هدوخة كل ما تقومي بت ايه؟ بيدي لي دوخة مو بقدرش خالة اعمل اي حاجة في البيت ولا اقف شوية انت حاملي اعلق؟ اه شارلو طيب بنات المريك على خير طيب سؤالك بس كده ولا فيه السفصار تاني؟ لا لا مفيش انا كده ماش حبيبتي بالنسبة للألاء هتقيس ضغطها ممكن يكون ضغط وطس كتير هتقامل تحديد صور الدم ممكن يكون عندها الأنيميا جامدة ممكن تكون تبقى نايمة تقوم فجأة او وعدها تقوم فجأة في الضغط يبطها لحظي لو هي عندها الضغط وطس الدكتور هيتب لها نقطة او حبوب ليه لو الأنيميا زي من النسبة اقول هنتجيها الحديد بنسب حسب نسبة الأنيميا بتاعتها صوتها صغير شكلها اه شكلها صغير طيب نرجع للغدة تانية أسبابها ايه واعراضها ايه للستة الحامل الغدة الدركية اما فرزاتها بتزيد او بتقل بتزيد هتخليها عرضة للضغط العالي عصبية جدا هتخس بطريقة غريبة قوي يعني ولا نتضايت في بعض لا الستة الخصة عملاتون ممكن تلصى العنين هتجحز تحس ناس ينهى من كدر التخسيس من التخسيس لان كمان بترصى بمواد ورا قاع العنين هتلاقي العنين تجحز دي خطورتها طبعا انها تعليل الضغط بزيسرع الترصيب جميل جدا ستة تنزف فلو نقصة هتلاقي الخمول التام احنا نسميها مرض البلاهة لما بيقال تلاقي الستة على طول مش عايزة تقوم النوم نايمة على نفسها طول اليوم بتدخن عندها انميا جمدة مش قادرة تعمل اي مجهود ففي الحالتين بيقصروا على الحامل حضرتك ناخد سارة من الاسماعيلية ونرجع نكمل كلامنا ايه يا دكتور الدكتورة معايا اتفضل الدكتورة سامع حضرتك انا يا دكتورة معايا يعني دوح وكل مقوم وكل الاربع شهور دول الاولينيات برجع كتير حامل رقم كام يا سارة؟ اه؟ اول حامل يا سارة؟ نا التاني التاني؟ اه؟ طيب كان نفس الاعراض في الحامل الاولاني كده؟ ولا ده جديد عليك؟ ايه ونفس الاعراض دي بترجع كتير مشكلتها؟ اه مترجع كتير وبالدوخ طبيعي حضرك عزيزي صفصاري عن حاجاتي اه؟ هي ماخدتش علاجي وقفلها الترجع؟ مابتخضيش علاج للترجع يا سارة؟ لا والله لسه مروحتش لي يا دكتور يعني شابول حضرتك يا سارة متشكلة على انتصالك حبيبتي اشتغلنا احنا ان شاء الله اه احنا طبعا الترجع كتير في اول ثلاث شهور الحامل عند بعض ناس كتير اه ممكن ترجع بس ترجع الصبح شوية ترجع مثلا اكله في اليوم انما فيه ترجع بنتطر ان احجز العيانة للمستشفى تمشي على المحاليل ونمنع الاكل تماما اه في بعض اهيانا من الترجع بنتطر نجهد الست نزلها الحامل لان خلاص حياتها قصاد الجنين لان الوقت بيدخلها بجفاف اه في حال الترجع مستعصي ما بيوقفش بالعلاج ولا بالمحاليل واضطر تدخل في جفاف وهنلاقي بقى وظائف الكلا وظائف الكبد خلاص فيه مشاكل هتدخل في فشل الكلا وكبدي فبنتطر نزلها الحامل انا عندي بنت ثلاث مرات تنزل الحامل لسبب الترجع اه لسبب الترجع فالترجع مش حاجة بسيطة فيه ممكن ادوية عادية هتوقفلها الترجع ولا ثيانة اللي قصب الحامل بتنصحها بايه طبعا الدكتور هيكتب لها اه هيكتب لها حاجة توقفه وتحاول دايما تشرب عصير تشرب مية علشان تعود حتى اللي هو بينزل منها تمام ناخد مية من الجيزة السلام عليكم علوه السلام عليكم اتفضل يا مية لو سمحت يا دكتور انا اقصي ماشية في الثامن بقالها ثمان شهورة هي في الحامل بس الانمي عندها تسعة تمام وما بتقلش ولا بتزيد طيب ماشي يا مية وبتخس دايما هي استفسار تاني او هي بتخس لازم تحلل يا اسماعيل مية 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 لازم تحالل يا مية دكتور اللي ماشية معها لازم هيحلل لها صورة الدم يحلل لها نسبة الغدة يشوف اسا ويشوف نسبة الحديد عندها قد ايه اذا كان في عندها في بعض امراض مناعة تعمل تكسير فلازم تعمل دي تحاليل معينة لو هي ما بتستجبش للعلاج والادوية هو تسعة مش خاطر اوه بس لو هتولد كيسرية ولا حاجة بنخاف تدوه احيانا تخس احنا ديها كيس دم بتقول بتخس قوي بتخس دي يعني واضح بتخس لازم تعمل تحاليل كاملة تحاليل كاملة عشان نشوف اسا بالخسام على الانامي ما احنا كنا لسا بنتكلم بقى على الغدة انها بتنزل الجسم طب في نوع تاني بيزود ولا ايه يعني الغدة لما نقص الغدة اما زيادتها يخسس بس برضو لها تأثير سلبي على الحمد يعني اعيان كم سبحان الله ربنا نخلق كل حاجة بمجدار وعلى الجنين عشان كالوقتي كل ما اول بيبي يتولد في خلال ثلاث ايام بياخدوا عينة من كعب الرجل بتاع الجنين عشان يشوفه نسبة الغدة عنده دلوقتي بتتلحق الحمد لله ما هقول الام لو عندها زيد او نقص هيأثر في الجنين في نمو الغدة بتاعها فما بياخدوا عينة من كعب الرجل المولود بيحللوها يشوفه لو عنده نقص يلحاول يدوله العلاج العلاج عشان ما يجيش يجبر زيادتك يجلو مرض البلاه سبحان الله طيب ناخد ايمان من القاهرة مدام ايمان اهلا وسلام عليكم عليكم السلام لو سمعت انا عندي مرات ابني وخليت حملة شهر ونص كده فسقطت الدكتور قال الجنين يعني ما اكملش يعني تمام وده عدوية ونزلت اللي هي بطنة الرحمة والهدد بلى اربعة تشرة هي ومفيش حمل هل يحتاج ان هي عملية تنظيف ولا ان شاء الله تحمل بعد كده يعني عايزي ماشي يا حبيبتي في ايه استفسار تاني؟ لا شكرا شكرا لاتصالك هي طبعا حمل شهر ونص ده مكملش غالبا ما بحتاجش عملية تنظيف الا لو حصل الا لو حصل التهاب ممكن معنزول الدم بينزل بسيط طب تعرفوا ازاي يوم هي طبعا هتلاقي فرازات راحيتها وحشة واجع في البطن ممكن تسخن بسيط لو في التهاب ده ممكن يؤثر ايا من سدادات جوه الرحم طبعا فطبعا هي الدكتور اللي شافها اكيد قال لها مش محتاجة يبقى خلا هترجع له تاني حكاية ان الحمل ما كنتمالش ممكن يكون بويضة من الاول كان ضعيفة او الحمل من وضعيف او الدم موصلش كويس لكيس الحمل في دلوقتي كتير تلاقي الحمل شهر نص شهرين مفيش نبض وقف مفيش نبض وتسقط بنيدي طبعا دلوقتي حاليك للسيولة ممكن نديها حقا لسيولة الدم تحت الجلد في البطن او بنيديها كمان مع اسبرين اطفال يعني في اتجاه لحالة ديكترة قوي دلوقتي تبصت على الحمل شهر نص شهرين خلص مفيش نبض ومبيكبرش وقف على كده فطبعا هيها لاجمعين بعد الفخاصات كمان التم يكونش في سابه هو اللي بيعمل كده في بعض جرسين في الدم في بعض فيروسات حاجات لازم نعرف ان ما كانش في حاجة وندي بقى سيولة الدم تمام ناخد ام معايز من سهاج ام معايز السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله لو سمحتي انا حيالي 45 يوم وبينزل علي نقطة دم كده تمام اي استفتار تاني اعمل السونار ام معايز ام معايز ام معايز ام معايز ام معايز من فضلك ود التلفزيون واسمعينها من التلفون الجانب في نبض لو الجانب في نبض يبقى كويس هتقضي مثبتات وتريحي متعمليش مجود في بعض حاملة على فكرة بيحاملة كويس شكرا ام معايز انتصالك وبينزل دم اول ثلاث شهور في حاملة اسمه حاملة غزلاني تلاقي الوحدة كل شهر ينزل عليها دم كأنها دورة حتى لو هي مش عارفة انها حامل ممكن متكشفش حاملة الا في الرابع وما يحصلش اجوار وتعلقنا دي دورة نزل عليها وعادي وفي حاملة بيقى ممكن بعد شهرات دموية ضعيفة تنزل دم ولاقي كيس الحاملة السليم والبيبي سليم فده بيحتاج راحة طبعا ما تشلش يتقين ما يحصلش معاشرة وتاخد مثبتات يبقى تروح للدكتور طبعا عشان يشوف حجم الكيس موازل المدة بتاعت الحاملة ولا مزبوط لانا ممكن تلاقي كيس ضعيف جدا مش ماشي مع مدة الحاملة طيب عندنا مرض تاني من هو الكبد الوبائي لو اصاب الام بيعدي الجنين وايه اعراضه للأسف طبعا بتبقى اعراضه ايه يا دكتوره هتبص تلاقي طبعا انزمات بتاعيك لو عملنا التحاليل ممكن الست يبان عليها صفار ممكن ما يبانش هتلاقي عندها هزلان تعبانة وبرضو عندها أنيميا بنحولها الدكتور طبعا بتاع الجهاز الهضمي يشوف الانزمات وصلة ايه لان فيه التهاب كبد يبقى خامل وفيه التهاب كبد ينشط النشط ده ازيها طبعا بسرعة ازيها ازاي يعني ايه تهاب جسمها يعني ايه طبعا النشط بيأز الكبد ممكن يدخلها لقد رفه هالكبد يو كده او تلايف احجات كده وفيه بطيء يعني ما بانش هتابيبان خلال انزمات الكبد التحاليل بتاعيتها اما البيبي طبعا اه بيتأزي يعني بتولد معاه بقى الدكتور بيعليجها ولما بتولد دكتور الاطفال بقى بتولى الجنين وبيخف ان شاء الله يعني ولا بيبقى نسبة شفاءه يعني اوليه لا لا هو برضه بقى لك مش ناشط قوي بيخاف معانا امو مارين من الشرقية الو اتفضلي امو مارين لو سمحت انا كنت عايز اصول الدكتورة عن حاجة الدكتورة سمع حضرتك اتفضلي انا هندي اختي امتجاوزة بغلا فترة بس دورة بتاعتي مش منتظوم تمام ايه اصلا كانت نزالة برطة بعدها من انتظام بس بغلا فترة شهور وهي منتظر معا ممكن بغيب خمسيين خسيين بس انتظالة عادي كل شهر طبيعي اه هي دل الحالين اتجاوزة هل تبقى اثر على حاجة او اللي تمام ايه استفسار تاني لا شكرا شكرا على اتصالك يا ممارين هي عدم انتظام الدورة خلمنا فيها قبل كده انها ممكن تكون نشيجة لغواطة هرمونات طبعا هتروح له هيحللها هرمونات ممكن يكون تكاسمه بايد حسب النسبة ممكن تاخد عليك تنظيم دورة بس وتحمل عليه ممكن تحتاج منشطات فحسب ما يشوف ممكن البيتانت الراحل نفسها ضعيفة يعني السنار هيوضح لنا كل حاجة مع التحاليل هي بتقول انها مش منتظمة بس هي تلامة بتيجي اصلا حاجة كويسة في ناس الدورة مجيش اصلا اه هتقولت لي الحلقة اللي فاتت لا هتتنظم ان شاء الله في حبوب لتنظيم الدورة وممكن بدي محبوب التنظيم كمان حاجة بناشرة بس استاذ نتمن من تحليل هرمونات بتاعتها ان فعلا هرمونات الطبوية الضعيفة او ناعداتها كيصل مبايد عشان من حسب ندي الجرعة قدية هي كمان ما كملتش الصلاة يا دكتورة اه ناس انشي عارفة بعد شهر جواز عايزين الحملة على الطبوية طيب ناخد اخر اتصال معنا في الحلقة ومصراء من القاهرة قالو السلام عليكم لو سمحتي كان عندي استفتار للدكتورة اتفضل 48 سنة ودلوقتي الدورة جاكلي اكتر في الشهر الواحد اكتر من ثلاث مرات يعني ممكن تبتجي نزيل سألي يا مركبة لو لا مركبة لو لا انا مطلقة مطلقة صرف طيب بيجي لنزيل كتير متكرر ما دا بيبقى يسبب حضرك قلت ايه معلش بيجي لنزيل متكرر في الشهر اكتر من مرة نزيل متكرر في الشهر اكتر من مرة اول حالة تعمل سنار عشان ممكن يكون شكرا اللي تصالي كان مؤسراء تعمل سنار لان ممكن يكون في ورقة منوفي في الرحم يكون هو اللي بيعمل كده تعمل تحاليل الهرمونات بتاعت الطبوية تشوف برضو تعمل تحاليل غدة حاسب السبب هتتعالج لان ما فيش حاجة اسمها ثلاث مرات دي هتتصصها كده 48 سنة يعني احنا بنتكلم خلاص يعني المفروض ان الدورة 48 اه ممكن تكون الدورة قربت تخلص بس برضو بس هتبقى كتير كده دكتورة يعني ثلاث مرات في الشهر ده يقول لك احتمال كبير يكون وراملو في في الرحم مطلقة مفيش معاشرة الحاجات دي بيتأثر طيب هو احنا كده طبعا عندنا اسئلة كتيرة جدا بس تقريبا كده ان احنا مش هيمفع ان احنا ندخل فيها او نسأل الحمل العنقودي في حد هنا سؤال لانه ببقى انه في الحمل فانا هاخده كده من النص ست بتسأل كنت حامل والدكتور قال لي لازم تنزلي الجنين عشان ده حمل العنقودي يا تارى كل مرة هبقى كده لا مش كل مرة اكيد بس هو الحمل العنقودي بعد ما بننزله بمفروض بنيديه حبوب من الحمل لمدة 6 شهور بمفروض متحملش بسرعة لان خطر الحمل العنقودي لو حملت بسرعة عبارة عن ايه يا دكتورة اصلا الحمل العنقودي عبارة عن هرمونات الحمل تبقى زيدة جدا عندها بدلا ما يبقى فيه جنين هتلاقي حاجة كده زي عارفة عن قد العنب بالضافة من الاسم بقى مليانة كده سائل لكن ما نقايش جنين الرحم كبير ومنتفخ ومليان الحاجات دي حتى ما نيجي نعمل الكحت بيتعبنا شوية واحيانا نستغلم شفاط بعد كده نشف السبب هو ايه؟ يعني بيكون فيه مرض عند الست غير الهرمونات؟ لا لا احيانا نهاية مثلا عندها سكر او الهرمونات يكون فيه تضخم عندها في البطنط الرحم واحيانا بدون سبب هي لو ارتاحت خدت وسيلة حب من الحمل ست شهور وكل شهر تم الاختبار حمل لان بعد ما بسقط من لايه اختبار الحمل بتاعها موجب لان كميت هرمونات كتيرة جدا بتاعت حمل في جسمها بيكون موجود لسه بوائم في الراحم فبيدي انها حمل جدا انها حمل فتلت سبت شهور تاخد حمان حمل وتعمل اختبار حمل لما يبقى خلاص نيجاتيب او ماشي ممكن تاعت مساعد عشان لو هي حمل يكون سليم حملت وعندها هرمونات كتير ممكن لقدرة تدخل في المشكلة في الرحم بتاعها طيب ستة حمل في الشهر السادس وكل ما تروح للدكتور يقولها نوع الجنين مش باين ده فعلا عادي ولا الجنين فيه مشكلة لا احيانا بيبقى بيبي مقارفص وضعه او راسه فوقه رجليه تحت بيقولها واخد وضع السجود بس انا راضيش اقول السؤال كله السجود لهم مقارفص اه ساعات ما بيبنش فعلا في الحالة دي تستنى لما بيبن احيانا الطفل ما ببنش على السابع والتامن في عيال كده غلصة اه غلصة اه بروح من اشعة الفوردي الفوردي بتبين اه دي يعني بتبين نوع الجنين كويس جدا اه بيبنش شكل الجنين مجسم اه انا شفتها على العناتة على فكرة اه 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 يعني بتجيب الشكل بملامح البيبي بكل حاجة يعني اه طيب سؤال تاني اه ستة بتقول انها عندها ورم ليفي كان عندها ورم ليفي في الرحم وشالته اه اه ومن ساعتها والرحم تعبان جدا وعندها قلم في الجنب اليمين يا طرى ايه السبب هي حكاية اهلا في الجنب اليمين ممكن يكون في كيس في البيض اه او يكون مثلا زيدة مزمنة عندها او في حاجة في الحالة باصلي كذا حاجة في الجنب اليمين طمام مش حاجة واحدة احيانا القولون القولون لو التهاب مزمن يعمل لها كده حكاية اللي ورم ليفي حاسب يشالته بايه لا جراحة يعني هنا بتقول شلته جراحة اصلا منظر هما بيحاولوا يفضوا على قد ما يقدروا طيب لكن الجراحة احنا بنشيل ويعمل زي الكابسولة نشيله كده هم كابسولته بحس ان الرحم يبقى عادي بس بيبقى طبعا مكانه لسه جدر الرحم ضعيف لازم بتاخد علاج وراحة لو يعني محسيتش ان تحسوا احسوا عرفة ظروف العملية ايه ترجع للعملية العملية طيب انا بشكر حضرتك لان الوقت عدى بسرعة جدا واحنا طبعا عندنا اسئلة كتير ان شاء الله نكملها في الحلقات الجاية بإذن الله كان معنا ومعاكم الدكتورة سامية لطفة جابالة استشاري النساء والتوليد والعقم ونروح لفاصل ونرجع عليكم نكمل برنامج شكرا